السلام عليكم قول الثاني وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وعموم المفسرين وأهل اللغة وهو أن النجم النبات الذي لا ساق له وقالوا إن العرب تطلق النجم ومفرده النجمة على كل من بسط وانفرش وانسطح على وجه الأرض ولم ينهض على ساق كالثيل والحشيش والعكرش والبقل والنجيل فكل هذه النباتات التي تنسطح على وجه الأرض ولا ساق لها تسميها العرب النجم ومفرده النجمة ورأى أصحاب هذا القول أن قولهم أولى وأقوى من وجهين الوجه الأول أنه تتحقق به المناسبة بين النجم والشجر فكلاهما على هذا القول نبات والوجه الثاني أنه تتحقق به المقابلة بين آيتين سماويتين من جنس واحد هما الشمس والقمر وبين آيتين أرضيتين من جنس واحد هما النجم والشجر والطريف أن المزارعين هنا في منطقة عسير ما زالوا حتى اليوم يطلقون النجمة والنجمة على عروق تنسطح على وجه الأرض يقتلعونها لأنها تستنزف الماء وتقس التربة وعندنا في النماص يقلبون الجيمياء ويسمونها النيمة اشتركوا في القناة